السلام عليكم طلابي الأعزاء الله يعطيكم العافية رح بقدم لكم بهذا الحصة شرح الفصل الثامن الحث الكهرومغناطيسي من الوحدة الثالثة الكهرومغناطيسية احنا درسنا في بداية الكهرومغناطيسية خصائص المجال المغناطيسي ودرسنا أن تيارا كهربائيا إذا مر في سيلك أو ملف دائري أو ملف حلزوني بمعنى تيار كهربائي يمر في موصل تولد منه مجالا مغناطيسيا ودرسنا خصائص المجال المغناطيسي لهذا التيار الكهربائي إذن تيار كهربائي كان يعطيني مجال مغناطيسي في هذا البند اللي هو تلحث الكهرومغناطيسي بدنا ندرس العكس تماما هل من الممكن أني أحصل على تيار كهربائي من مجال مغناطيسي؟ إذن كمان مرة في بداية الكهرومغناطيسي كنا نحصل على مجال من تيار كهربائي تيار بمر في سيلك حوالي السيلك يطلع عندي مجال مغناطيسي هلأ بدنا نعمل العكس يكون أنا عندي مجال مغناطيسي وأحاول أجيب تيار كهربائي وهذا اللي قام فيه العالم فرادي العالم فرادي اكتشف أنه تيارا كهربائيا بتولد عندي في ملف موصل عندما يتغير المجال المغناطيسي داخله خلينا نشوف إيش يشتغل العالم فرادي حتى قدر يحصل على تيار كهربائي من مجال مغناطيسي أحضر مغناطيس على شكل حذوة فرس نعرف هاي مغناطيس على شكل حذوة فرس إله قطب شمالي وقطب جنوبي وخطوط المجال المغناطيس بنعرفها من القطب الشمالي إلى القطب الجنوبي خارج المغناطيس ومن القطب الجنوبي إلى القطب الشمالي داخل المغناطيس هذا اللي بنعرفه إذن يا أستاذي الإش اللي قام فيه فردي جاب مغناطيس المغناطيس بولد مجال مغناطيسي لأن أنا بدي مجال مغناطيسي وأشوف هل بقدر أنا أجيب تيار من هذا المجال وجاب سلك نحاس خلينا نفترض سلك من النحاس هذا موصل تمام؟ إذن وسلك من النحاس هذا سلك نحاس شبكه شبك سلك نحاس مع جهاز اسمه جيلفانوميتر جيلفانوميتر الجيلفانوميتر في مؤشر تمام؟ هذا الجيلفانوميتر هذا الجيلفانوميتر بقيس التيار لكن الإشي اللي بميزه عن الأمميتر إنه حساس جدا إيش يعني حساس؟ يعني بقيس تيار قيمته صغير كثير كثير لو صغير بقيس الأمميتر بقيس تيار لكن مش أي تيار هذا حساس جدا لو مرك هفو التيار إشي بسيط جدا بقيسه بتحرك المؤشر تمام؟ فتحريك المؤشر بالجيلفانوميتر بتدل على إنه مر تيار كهربائي لكن إلا ما يتحرك المؤشر في الجيلفانوميتر معنا ذلك ما في تيار كهربائي فالإشي اللي عمله فرادي إنه جاب السلك وضعه بين أقطاب المغناطيس أي بين القطب الشمالي والقطب الجنوبي خلينا نفترض إنه هذه خطوط المجال المغناطيسي تمام؟ خلينا نفترض إنه هاي عنا خطوط المجال المغناطيسي تمام؟ هاي خطوط المجال المغناطيسي لنفق إجافة رادي وضع السلك وضع السلك بين خطوط المجال المغناطيسي ما تولى التيار ما تحرك مؤشر الجلفانوميتر ما فيه تيار لكن لاحظ أن تحريك السلك للأسفل أي باتجاه الصادات السالب تمام شاف مؤشر الجلفانوميتر تحرك إذن إذا تم تحريك السلك النحاسي إلى أسفل باتجاه Y السالب بحيث يقطع خطوط المجال المغناطيسي يعني يقطع حين يطب فيهن تمام يتحرك مؤشر الجلفانوميتر مؤشر الجلفانوميتر عليه زي سيمة تحرك إذا تحرك معنى ذلك بتولى التيار كهربائي لأنه هذا بقيس إذا تحرك معنى ذلك بقيس تيار كهربائي تمام فيتولى التيار كهربائي ولاحظ أيضا أنه يتوقف يتوقف تولد التيار بتوقف تحريك السلك يعني إذا أنا حركت السلك بحيث يقطع خطوط المجال وهو متحرك المؤشر بتحرك لكن إذا وقفت السلك حتى لو كان ملامس للخطوط ما فيه تيار ما فيه تيار بتولد إذن حتى يتولد تيار حثي أول شغل استنتجه أنه لازم يقطع خطوط المجال المغناطيسي ولازم يكون متحرك أي أن السلك له سرعة لاحظ أيضا يا أستاذي إذا حرك السلك باتجاه الزينات الموجب أي باتجاه النظر أو باتجاه الزينات السالب ما فيه تيار لأنه ما قطع خطوط المجال المغناطيسي ولاحظ أيضا إذا حركوا على السينات الموجب السلك حركوا على السينات الموجب والسالب تمام؟ يعني بهذا الشكل هاي خطوط مجال إذا حركوا على السينات الموجب والسالب أيضا ما قطع خطوط المجال المغناطيسي ما تولد تيار إذن فقط يتولد تيار إذا تم تقطيع خطوط المجال المغناطيسي يعني إذا تحرك على الواي السالب هو يقطع خطوط المجال المغناطيسي وأولو سرعة V تمام إذن منقدر ندون كمان ملاحظة إذا تم تحريك سلك النحاس باتجاه أفقي أي باتجاه X موجب أو Z موجب أو سالب أي باتجاه يعني ما قطع خطوط المجال المغناطيسي لم يحدث تقطيع الخطوط المجال المغناطيسي لم يتولى التيار إذن حتى يتولى التيار كهربائي من مجال المغناطيسي يجب أن يقطع خطوط المجال المغناطيسي ويجب أن يكون متحرك بسرعة V هذا التيار اللي نتج بسبب المجال المغناطيسي منسميه تيار حثي تيار حثي إذن أول إشي بدنا نأخذ عدة تعريفات اتفقنا أنه العالم فرادة يشتغل على هذا الموضوع اكتشف أنه التيار الكهرباء بتولد إذا تغير المجال المغناطيسي داخله وشفنا كيف بتم ذلك بمعنى أن السلك يعمل كمصدر للقوة الدافعة الكهربائية فبالتالي أنا بدي أحرف الحث الكهرومغناطيسي بدي يتولد عندي قوة دافعة إيش يعني صار عندي التيار يعني زيك أنه في بطارية قوة دافعة حثية وتيار حثي في موصل بشرط أن يكون يقطع خطوط المجال المغناطيسي فالتيار هذا اللي ناشئ بسبب المجال المغناطيسي بدنا نسميه التيار الحثي التيار الحثي ونعرفه هو التيار الناشئ في موصل يقطع خطوط المجال المغناطيسي اللوتي التيار اللي ناشئ في السلك نتيجة تحريكه وقطعه لخطوط المجال المغناطيسي وبدنا نعرف أيضاً القوة الدافعة كيف كنا نعرف القوة الدافعة للبطارية أولاً نعرف القوة الدافعة بس هنا نسميها حثية كونها نتجت عن مجال مغناطيسي هي فرق الجهد بين طرفي موصل هذا الطرف لو سميته A و B فرق الجهد بين A و B موصل يقطع خطوط المجال المغناطيسي إذن قدر العالم فرادي يتوصل إلى أنه المجال المغناطيسي بعطيني تيار حثي وقوة دافعة حثية تحت الشروط اللي احنا تحدثنا عنها بدنا ننتقل الآن إلى اشتقاق قانون القوة الدافعة الحثية هلأ اتفقنا أنه نتج عندي تيار حثية قوة دافعة حثية أنا هسا بدي أشتاق قانونهم فخلينا أفترض يا أستاذ أنه في عندي مجال مغناطيسي تمام؟ خلينا أفترض هذا المجال المغناطيسي مبتعد عن الناظر لوتي بالزد السالب هاي مجال مغناطيسي مبتعد عن الناظر ووضعت فيه سلك ووضعت فيه سلك هذا السلك أنا بدي أفرض طوله أسميه طوله قل كمان مرة عندي مجال مغناطيسي مبتعد عن الناظر بالزد السالب مجرد فرض وعندي سلك على سبيل المثال وضعته بهذا المجال المغناطيسي طوله قل وكحدة أنا أحرك بهذا السلك باتجاه السينات الموجب بهذا الاتجاه إذن ذي إذن مسكت السلك وصرت أحرك مش اتفقنا قبل شوي عشان يتولد عندي تيار لازم أنا أتحرك أحرك السلك بحيث يقطع خطوط المجال المغناطيسي فأنا قاعد هسا بحرك بالسلك باتجاه السينات الموجب بحيث أنه يعمل تقطيع لخطوط المجال المغناطيسي فالسلك حاليا باتجاه السينات الموجب إذن خلينا نقول هاي السرعة عندي V السرعة عندي V على السينات الموجب تمام والمجال المغناطيسي على الزد السالب وين الزد السالب هاي أوب هاي بي تمام بقاوص صغير لو بدي أشوف القوة المغناطيسية بقاوص صغير من السرعة إلى المجال بقاوص صغير من السرعة إلى المجال بلاحظ أني بدور عكس حقارب الساعة معنى ذلك أن القوة المغناطيسية حسب قاعدة اليد اليمنى بدي تكون هذا عندي على الـ X وهذا عندي على الزد على الـ Y إذن القوة المغناطيسية على الـ Y وكوني أنا بدور عكس حقارب الساعة فبالتالي القوة المغناطيسية على الـ Y موجب هذا القوة المغناطسية على Y موجب على مين؟ على الشحنات الموجبة مش هاذا اتفقنا؟ إذن هذا على Y موجب لا الشحنات الموجبة الشحنات الموجبة تمام؟ لكن الآن السلك فيه شحنات موجبة وفيه شحنات سالبة صح ولا لا؟ فبالتالي هذه FB على الشحنات الموجبة لكن على الشحنات السالبة وين بدها تكون؟ اتفقنا نمشي حسب قاعدة اليد اليومنا المعكوسة بعكس مش موجب Y سالب Y هذا شرحنا بالقوة المغناطسية على شحنة بتكون على شحنة سالبة بعكس شحنة سالبة وهذا يؤدي إذن القوة المغناطسية على شحنة موجبة على الموجب Y إذن القوة المغناطسية هون بدها تعمل على انتقال الشحنات الموجبة إلى أعلى السلك خلينا أرسمها أنا بهذا الشكل إذن كمان مرة إذن القوة رح تأثر على الشحنات الموجبة إلى الأعلى معنى ذلك تركيز الشحنات الموجبة رح يصير فوق بالأعلى هاي موجب هاي الشحنات الموجبة في أعلى السلك تمام والسلك فيه شحنات موجبة وفيه شحنات سالبة فبالتالي الشحنات الموجبة رح تتركز بالأعلى والشحنات السالبة يا أستاذي رح تتركز بالأسفل للأسفل بسبب القوة المغناطيسية إذن قوة المغناطيسية فصلة الشحنات وعملية فصل الشحنات في موصل بيأدي إلى إحداث أيضا مجال كهربائي. مش اتفقنا إنه المجال الكهربائي يتولد إذا تم فصل الشحنات الموجبة أو السالبة ويكون اتجاهه من الشحنات الموجبة إلى الشحنات السالبة. هذا المجال الكهربائي. المجال الكهربائي. وخلينا أرمز له بالرمز ايه. وبدك تخلي في بالك أستاذ إنه الشحنات تبقى تستمر بالتجمع عند طرفي الموصل الموجبة بتظل تطلع لفوق السالبة لحد ما يصير عندي اتزام. بمعنى أن القوة الكهربائية تساوي القوة المغناطسية. إذا منقدر نكتب تستمر تستمر الشحنات بالتجمع عند طرفي الموصل حتى تتساوي القوة المغناطسية اللي بهالحالي FB باتجاه الموجبة مع القوة الكهربائية الكهربائية اللي هي تبقى ناقص وي. إذن في عندي أصبح على السلك لو بدأ جاء نرسم هين هي FB القوة المناطساش الموجبة والمجال الكهربائي عكسه القوة الكهربائية FI. تمام؟ وبظل عندي ينتقل إن الشحنات الموجة قدر تطلع فوق السالبة إلا حد ما يصبع عندي اتزام. يعني عند الاتزان. خلينا نيجي نكتب القانون عند الاتزان. عند الاتزان FB بدأت تتساوي مع FE. FB ايش قانونها Q. VB في ساين ثيتا لهو ساين التسعين. لأنه ثيتا ما بين V و B تسعين. FE قانونها Q في E. تمام؟ الآن بقدر أختصر Q مع Q. تمام؟ وساين التسعين عندي واحد. فبظل عندي يا أستاذي. V في B. V في B. يساوي E. اللي هوتي المجال الكهربائي. لكن أنا بحرف يا أستاذي إنه E. E. يساوي V. V مقسومة. مقسومة على L. على طول الموصل. درسنا بالكهرباء ودرسنا بالقوة المغناطسية. المجال الكهربائي يساوي اللي هوتي فرق الجهود على طرفي الموصل على طول هذا الموصل. فبالضرب التبادل اللي بستنتج إنه V تساوي على واحد. E في L. E. المجال الكهربائي في L. صح ولا لأ؟ لو أنا أصلا بدي أستبدل V. أنا بدي أستبدل E. فبالتالي V السرعة بتظلها V. شدة المجال المغناطسي B بتظلها نفس ما هي. المجال الكهربائي. لا هذا ما بتلزمني. هذا ما بتلزمني. لزمني هذا. E. اللي هو المجال الكهربائي يساوي V على L. فبالتالي أنا بدي أستبدل E. بفرق الجهود على طرفي الموصل V. لو تبدو يمثل عندي القوة الدافعة الحثية. تمام؟ مقسوم على طول السلك L. فبالتالي E. بقدر أستبدلها بV على L. V. كابتل على L. اللي هو تفرق الجهود على L. L. فبالتالي بالضرب التبادلي هذا على واحد. بالضرب التبادلي بستنتج أنه فرق الجهود V. اللي تفرق الجهود. فرق الجهود. حول طرفي الموصل حول السلك. طرفي الموصل. اللوت السلك. شو بدي يساوي؟ بدي يساوي V. اللي تسرعة في B في شدة المجال المغناطي. C في L. فهذا فرق الجهود حول طرفي الموصل. اللي هو بيمثل القوة الدافعة الحثية المتولدة في الموصل. بشي الجهود. هو تعبارة عن قوة دافعة. فهذا بدي يستبدلها بالرمز. اللي هو رمز القوة الدافعة بدل ما هي V. بدنا نكتبها E بهذا الشكل. E. هذا بيمثل رمز القوة الدافعة الحثية. إذن بستنتج أن القوة الدافعة الحثية. اللي تفرق الجهود بين طرفي الموصل. شو بدي يساوي؟ سرعة V في شدة المجال المغناطي. فهيك احنا بنكون اشتقينا قانون القوة الدافعة الحثية تمام نتيجة تحرك السلك في مجال مغناطيسي وبحيث يعمل له تقطيع بسرعة فيه اذا بيعتمد على السرعة وبيعتمد على شدة المجال المغناطيسي وبيعتمد على طول السلك او طول الموصل هيك بكون انا اشتقيت قانون القوة الدافعة الحثية لو بدي اجيب قانون التيار الحثي I حثي بقول انا بعرف قانون التيار لوت عبارة عن فرق الجهود V على المقاوم فبالتالي هون بدي يكون عبارة عن E على مقاومة السلك اللي هي تي R فهذا بعطيني I حثي هذا قانون التيار الحثي لوت القوة الدافعة الحثية مقسوم على مقاومة هذا الموصل إذا النتج عندي قانون القوة الدافعة الحثية المتولدة في موصل من خلال اشتقاقنا E تساوي القوة الدافعة الحثية V BL حيث E القوة الدافعة الحثية بوحدة فولت V سرعة الموصل اللي بحرك فيها الموصل بوحدة متر لكل ثانية شدة المجال المغناطيسي بوحدة تسلا و L طول الموصل هلأ بدنا ندون عدة ملاحظات أول ملاحظة العوامل التي تعتمد عليها القوة الدافعة الحثية القوة الدافعة الحثية اللي هي تي ايش بتحتمد أول اشي بتتناسب تناسبا طرديا مع سرعة الموصل مع سرعة حركة الموصل اثنين تتناسب تناسبا طرديا مع شدة المجال المغناطيسي ثلاثة تتناسب تناسبا طرديا مع طول الموصل هلأ بدك تخليلي في بالك أيضا كمان ملاحظة E لهي تلقوة الدافعة الحثية E لموصل يتحرك تمام في مجال مغناطيسي في مجال مغناطيسي قد تتولد بغض النظر عن دائرة الموصل عن دائرة الموصل الموصل مفتوحة أم مغلقة مفتوحة أم مغلقة مغلقة كيف عندي بطاري قطب سالب قطب موجب لو أنا جيت شبكت عليها فولت ميتر بقسل أنه في قوة دافعة نفس الإشي هنا بقسل أنه في قوة لو كانت مغلقة أو كانت مفتوحة لكن إذا كانت مغلقة إذا كانت الدارة مغلقة مغلقة تمام وراحين هسأنا أخذ مسألة كيف عن دارة مغلقة ونحل عليها يتولد ينتج تيار حثي تيار حثي اللي أنا بدي أسميه I وقانون I حثي اللي هو تعبارة عن القوة الدافعة الحثية مقسوم على المقاومة تمام؟ اللي هي مقاومة الدائرة المغلقة مقاومة كلية فبالتالي هذا القانون لحساب التيار الحثي وأيضا من الشغلات الممتازة اللي أنت تكون لازم تعرف هاي السلك هاي السلك لا تفاقم هذا السلك بدي يشتغل زي كأنه قوة دافعة صحيح لها لا الشحنات الموجب اتجمعت عندي فوق والشحنات السالبة اتجمعت عندي تحت يعني هذا السلك بدي يشتغل كالآدي إنه هذا قطب سالب تماماً وهذا بدي يشتغل كأنه قطب موجب قطب موجب وهذا كأنه قطب سالب فبالتالي بقدر أنا أقول اتجاه التيار بدي يكون بهذا الشكل مش داخل البطارية من القطب السالب للقطب الموجب فبالتالي يكون اتجاه التيار الحثي آي حثي له بهذا هذا اتجاه اتجاه التيار تمام هذا اتجاه التيار الحثي من القطب السالب إلى القطب الموجب سو بقدر أدون عليها هاي مهم اتجاه اتجاه التيار الحثي مهم هذا وين اتكوني الشحنات السالب وين الموجبة من السالب إلى الموجبة زي بذكر كان عندي بطارية وكنا نأخذ التيار داخل بطاري من القطب السالب إلى القطب الموجب ويطلع يلف على الدارة حتى إحنا نتمكن من هذا القانون قوة وحثيه تيار حثيه ننتقل لحل مسائل على هذا الموضوع السؤال الأول موصل طوله A-B تخيل أنه في عندي سليك تمام خلينا أرسم تمام تخيل أنه سليك A-B والرسمة هذه معطيك إياها بالسؤال طوله 40 سنط معطيني مشبوك مع دائرة على التوالي مع مقاومة 5 أوم والمجال المغناطي شدته 3 بال10 تسلة ومعطيني أنه تحرك لليمين هذا السليك حركناه بسرعة 3 متر لكل ثاني كما في الشكل أوجد عدة مطالب أول إشي طالب مني القوة الدافعة الحثية القوة الدافعة الحثية أعرف أنا رمزة E خلونا من شويش تقناه V في B في L السرعة معطينيها 3 شدة المجال المغناطيسي 3 بال10 طول الموصل 40 سنط قسمها على 100 لتحويلها للمتر بتطلع 4 بال10 صح ولا لا؟ ف4 بال10 ب3 بال10 ب3 بتطلع عند قيمة القوة الدافعة الحثية 36% 36% تمام؟ هاي المطلوب الأول تمام المطلوب الثاني طالب مني شدة التيار الحثي أنا بعرف قانون التيار الحثي عندي دارة مغلقة يساوي القوة الدافعة الحثية على المقاومات الموصولة على التوالي على السليك مش جايب سيرة مقاومته بمعنى أنه أهملها أو مقاومة هذا السليك اللي طوله 40 سنط صغير جدا مقارن مع هذا الخمسة أوم فبالتالي ما في عندي مقاومة غير خمسة تمام؟ لو أعطاك مقاومة السليك تكونوا هذا السليك مشبوك مع هذه على التوالي فبالتالي بدي أجمعه نجمع هذه لكن مقاومة السليك أنا بدي أخذها بعين اللي اعتبار أنها مهملة القوة الدافعة وجدناها 0.36 تقسيم المقاومة المشبوكة مع الدارة قيمتها 5 فبطلع عندي قيمة التيار الحثي هلأ مهم جدا يا أستاذي هلأ قبل شوي أعطيتكم ملاحظة قلنا اتجاه التيار الحثي من السالب للموجب صح ولا لا وانا لما اشتقيتها اشتغلنا عليها كانت أيضا القوة المغناطيسية لوين باتجاه باتجاه الأعلى يعني هنا التيار الحثي باتجاه الأعلى فبالتالي هنا يا أستاذي أقدر أقول اتجاه التيار الحثي مع مع القوة المغناطيسية مع القوة المغناطيسية تعني لو هون فحصنا القوة المغناطيسية بتطلع على فوق الهو تمع اتجاه التيار الحثي فبالتالي انت لو بدك تحدد اتجاه التيار الحثي هون رك تيجي تقول القوة المغناطيسية وين أنا بعرف السرعة هاي 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 المجال المغناطيسي بي هايو قوس صغير من فيلا بي بلاحظ انه بتطلع عندي فبالتالي على الموجب ايش والمحور اللي هوتي عندي اكزيد ضل وي فبالتالي على الموجب وي فبالتالي يا أستاذ بس تنتج انه التيار الحثي هاي اتجاهه اي اتجاهه اذا هاي اف بي بتطلع عندي بالموجب وي وهو نفسه اتجاه التيار الحثي اي والقوة الدافعة الحثية لو طلب اتجاهه يعني اتجاه القوة الدافعة الحثية ايضا بالموجب وي بهذا السؤال وهذا بتكتب له الاتجاه بالموجب وي ورح يكمل طريقه في الدائرة عكس عقارب الساعة عكس عقارب الساعة رح يجي هايه تمام وهي الدائرة رح يجي مر بهذا المقاومة بتحرك بالدار عكس عقارب الساعة اهوا مهم جدا يا استاذة الله انحذرigh خليلي في بالك اتجاه التيار في السليك اتجاه التيار في السليك هو نفسه اتجاه القوة المغناطيسية على شحن ايف بي على شحن على شحن بشوف السرعة لiscilla والمجال المغناطيسي قوس صغير اذا هو نفسه اتجاه القوة المغناطيسية خلينا ندونها كمان مره اتجاه التيار الحثي هو نفسه هو هو نفسه اتجاه القوة المغناطيسية على شحنة بشوف وين القوة المغناطيسة اللي بتأثر على شحنة ويكون هوتي نفسها اتجاه تيار الحثي جي نعملن هاي السرعة V تمام والمجال المغناطيسي بالزد السالب قوة صغير عكس عقارب الساعة طلعت عندي موجة بواي إذن اتجاه التيار لازم يكون بالسلك بالتجاه الموجة بواي هذه مهمة جدا جدا أوحك تنساها طيب نيجي للمطبط الثالث بكل القوة الخارجية اللي لازم انا اأثر فيها على السلك حتى يتحرك بسرعة ثابتة حلو هلأ عندي سلك موضوع بمجال مغناطيسي خارجي كمان مرة عندي انا سلك هذا السلك موضوع بمجال مغناطيسي خارج ايش القوة اللي بده هتأثر عليه القوة اللي بده هتأثر عليه عبارة عن القوة المغناطيسية على سلك مش درسنا اذا كان عندي سلك موضوع بمجال خارجي القوة المغناطيسية عليه اللي هي عبارة عن القوة المغناطيسية على سلك سيلك ايش بتحرك انا بشوف التيار التيار حددنا من القوة المغناطيسية على شحنة التيار للأعلى المجال المغناطيسي عندي اوش FB ايش قانونا I IL B I IL B SINE THETA كنا منتحرك للتيار باتجاه المجال بقوس صغير المجال بالزد السالب اي المجال بالزد السالب قوس صغير من التيار الى المجال بلاحظ اني بدور بدور مع قارب الساعة فبالتالي كوني انا بدور مع قارب الساعة FB على سيلك القوة المغناطيسية على سيلك راح تكون بالناقص لان انا بدور مع قارب الساعة والمحور اللي ظل اللهوتي X لانه عندي انا Z و Y فبالتالي X اذا قوة المغناطيسية على سيلك بالناقص X اذا طلعت عندي القوة المغناطيسية على سيلك بالتجاه الناقص X تمام هل او بسأل القوة الخارجية بدي اجيب قوة خارجية لو القوة الخارجية وضعتها مع القوة تبعة السلك باتجاه الناقص X كان السلك بدي يكتسب تصارع بالناقص X لكن هو بكل بدي قوة خارجية بحيث يتحرك بسرعة ثابتة أيش يعني سرعة ثابتة أو يبقى متزن معنى ذلك أن محصلة القوة على هذا السلك تساوي 0 إذن لازم تكون القوة الخارجية يجب أن تكون القوة الخارجية يجب أن تكون القوة الخارجية عكس القوة على السلك القوة على السلك بحيث تكون المحصلة للقوة تساوي 0 بمعنى if net تساوي 0 أو if if على السلك تساوي تساوي if external إذا لازم تكون القوة الخارجية تساوي القوة على السلك مقدارا وتعاكسها بالاتجاه لازم تكون عكسها حتى تكون المحصلة تساوي 0 محصلة تساوي 0 يعني ما إلو تسارع يعني بتحرك بسرعة ثابتة فبالتالي بقول القوة الخارجية if external بدها تساوي القوة على السلك اللي هدي i القوة على السلك ilb sine theta اللي هو sine 90 الزاوي ما بين التيار والمجال 90 sine 90 فبالتالي التيار اللي عندي بالسلك حسبناها اللي هو 0.07 0.072 فيه طول السلك 40 اللي هو تي 4 بالعشرة وشدة المجال المغناطيسي من السؤال 3 ثلاثة بالعشرة فإنت لو إجيت حسبتها بتطلع معاك يا أستاذ قيمة F external على قيمة وهمشي اتجاهها بال X موجب حكس القوة المغناطيسية على السلك تطلع 0.00864 نيوتون باتجاه X موجب إذن كمان مرة إذا كلك إيش هي القوة الخارجية حتى يتحرك بسرعة ثابتة أو حتى يبقى متزن أو حتى لا نكسبه اهتساره أو حتى جميع هذه المصطلحات تدل على أن محصلة القوة بديها تساوي 0 بمعنى بدي أجيب قوة خارجية عكس القوة على السلك تساويها بالمقدار وتعكسها بالاتجاه مهم جدا يا أستاذ اتجاه التيار الحثي بأكد عليه كمان مرة يجب أن يكون بنفس اتجاه القوة المغناطيسية على شحني بعمل كوس بنصر على المجال وبوجد القوة المغناطيسية على شحني كاتجاه وهو نفسه اتجاه التيار الحثي لأنه بهمني في تحديل اتجاه القوة المغناطيسية على سلك عرفت التيار من التيار للمجال بعرف القوة المغناطيسية على سلك فهي عنده القوة الخارجية F External وهي عنده القوة المغناطيسية على سلك على سلك ومتساويات حتى يتحرك بسرعة ثابتة دون ما يصر له تسارع ليت سرعة ثلاثة متر لكل ثانية الله يعطيكم العافية بنكمل في حصة أخرى رح بشرح هذا الدرس بالتفصيل زي ما أنتوا شايفين كيف فصلنا كل خطوة أنا فيني أبدأ يعني بالقانون ونحل وعطيك القانون مباشرة بدون مشتق بس إذا أنت ما فهمت الأساس ما فهمت كل خطوة كيف أجد يعني صعب أنك تتمكن في المعلومة وأي سؤال بتغيير المحطيات بهزك لكن هيك أنت تمكنت من كل نتفي من كل مصطلح حتى من التجربة اعملناها فأنت إن شاء الله رح تتمكن ورح تجاوب على جميع الأسئلة هلأ هاي الشغلة شغلة ثانية بتمنى أنك تشارك الحصة مع زملائك إذا عجبك الشرح شارك الحصة مع زملائك جزء كبير من الطلاب انحرموا من هذه المادة بسبب الإغلاق إن شرحت لهم إلكتروني معلمين هم لسه ما وصلوا فطلاب كثير ضايحين ومحتاجين مين يدلهم على شرح كويس إذا أنت عجبك الشرح يعني بتمنى أنك تشارك الحصة مع زملائك وإلك الأجر في نشر العلم كمان مرة شكرا لكم بتمنى لكم التوفيق